بص باكت انت من 21 نوفمبر الى 18 ديسمبر لعبت ببريات البطولة العربية قبليها المنتخب اتاخد باسبوع فانت بتدي كمان ست ايام او سبعة ايام انت بقى انت ايبقى يوم 15 نوفمبر نفس اللاعبة دي وصلت وراحت لعبة في كاس الامم الافريقية من 9 يناير الى 6 فبراير ولعبوا الى الفاينال ومنهم لعبت النادي الاهلي لعبوا كتير ولعبت الزمانك ولعبت كلهم يعني منهم اربع متشاط 20 ديئة نعم وبعدين رحت على كاس العالم للاندية يوم 7 يناير الى 12 فبراير اي اولا رجعت لعبت 3 اربع مبارات مضغوطين ورا بعد كل 3 ايام مباراة طيب السؤال هنا هل انت الاهلي بيلعب باسم الاهلي ولا باسم الاهلي هل انتو تعرفوا ان اللاعبة دي هتقولوا لي محترفين ومش محترفين ده في حاجة اللاعبة غير نومته وغير وقته ويجي اكتر من 7 8 او 10 مرات نحايله يا كابتن خش بقى في الاهم الناحية البدنية لما نيجي نتكلم على الناحية البدنية انت بتتكلم عن نادي الاقل مش قادر النهاردة اكثر من اللاعب مش قادر يرفع رجله من الاجهاد الاجهاد كابتن واضح جدا في التمرات المطوعة كنت عاوز اقولها لكابتن اسامة اللاعب يا كابتن اسامة اللي موجودين برضو فيها اجهاد لانه اللاعب اللي موجودين يا كابتن اسامة ما بياخدوش الحمل العالي عادل بيقول على البودلة يعني على البودلة التيم الكورة جهزية كابتن جهزية مش اجهاد ما بيوصلوش للاجهاد عادل انا اقصد الاجهاد الاجهاد ممكن يكون على اللاعبت المنتخب واقع واقع وحقيقة محمد عبدالمنعب سلية حمد فاتحي انا موافق انا موافق انا بقولك حتى التانيين مفيش جهزية بمعنى ايه في فرقات مثل برستاو كده مش مية في المية بدنيا واقف على رجل واني لست برضو لا انت عندك اصابة كمان بص انا مش ببرر ان النادل قال اولا احسن حاجة في كرة القدم للاندية الكبيرة انك لما بتكون مش كويس بتكسب او دي المبروك لنا النهاردة لكن انت ما كنتش كويس علشان انت تكتيكيا مش كويس الحاجة التانية مش علشان انت لعبتك مش كويس لا انت مجهد انت فيه مشكلة كبيرة في النادل الاهلي لازم يخلي باله لانه انا مش طبيعي انك انت ما تقفش جنب فرقة بتشرفك في العالم بمعنى لما بيكون عندي حاجة حلوة انا بحافظ عليه المعنى موضع كابتن عادل بس اظهر في ناس تانية ما بتفهمش يا كابتن انا عندي حاجة حلوة في بلدنا هنا يعني مثل محمد صلاح كلنا بنحبه وكلنا محمد صلاح بنفرح به بير ريع شرفني لانه لا لانه بير شرفني halten قaceل المريح لا لانه بير شرفني برها الكالي يا كابتن mark لانه بير شرفني لانه بير شرفني اسمي فريق كاوبة ليست مemploطة لاني محمد صلاح بتفرح ما وبير فرح مصر يا قويس году من اللي بير شرفني دعاك وإسال للنادي الأهلي، ليس عشان بدنا نتعمل للنادي الأهلي، تعال إنك كلم بمنتصر. أنت كلم على مصر كابتل في الكورة؟ إنك كلم على مصر في الكورة؟ دعاك وإسال في مصر الكورة هو النادي الأهلي؟ نا النادي الأهلي عاملها تدعاية؟ تتكلم في تلاتة تلات عالم، ومشاركة تقريباً ثمان مرات في البطولة؟ أكمل بس فكرة دي أبلال عشان ما روحش تروح مني، فأنا لما أجي أنا شخصياً لما أجي ساعة فرقة بتشرفك، لانه الناس لازم تعرف ان المحافل الدولية بيدفع فيها ملايين عشان تعمل دعاية البلد لازم تعرف الرياضة الرياضة وقورة القدم قوة ناعمة للشعور فانت ما بتصدق انك انت تبقى عندك حاجة كويسة بتسندها علشان اللي بيحصل علشان اللي بيحصل ان الدولة بيتبقى فيها سياحة فيها حاجات كتير انا بكلمك لأهداف المردود المردود مضبوط دي حقيقة الناس بتبقى فرحانة بأنديتها برا صح الناس بتساعد أنديتها عايز اقولك انه فيه فرق بيتأجل لا انا ماليش دعاوا بأوروبا لان الأوروبا مسافات قريبة عشان الناس بس تبقى فاهمة اوروبا مسافات قريبة المسافة بتبقى نص ساعة وساعة لربع كأنك راح اسكندرية وكأنك راح ساعتين اقصى حاجة تلات ساعات اقصى حاجة ممكن اللي مش عارف فرنسا لإيطاليا هي اللي اربع ساعات حاجة كده لكن انا بكلمك على انه لازم الناس تراعي النادي الآله في الفترة دي وتراعي نادي الزمانك لما بيلعف افريك يا كمان لازم تراعي ليه لانه يا جماعة احنا كل اللي بنعمله بنعمل منتخب جيد علشان اسم البلد اللي بيلعب للمنتخب يرفع اسم البلد فانتو متجوش في لحظة انكو تجهدوا فرقة بتلعب لاسم بلدها موسيقى المترجم للقناة